ومعنا مشاهدين الكرام عبر اسكايب من عمان كاتب والمحلل السياسي عبدالقادر النايل مرحبا بكم سيد عبدالقادر إذن مع انتهاء اليوم الثالث واستمرار التصعيد السلمي للمتظاهرين ما مدى فعالية هذا التصعيد أهلا وسهلا بكم ومشاهدكم الأعزاء من المعرفة طاما لنحضر هذه السلمية التي أقدم عليها المتظاهرون هي خطوة مؤثرة وذات تأثير واضح تماما على السلطة الحاكمة وأحزابها الذين يتم ترسون بطريقة القمئة الأنمي والقمئة الانتهاء في حقوق الإنسان من خلال القتل ومن خلال الاختطاع وبالتالي رأى الجميع كيف يتم اختطاف مشتقات وقتل متظاهرين هذه حقيقة خطوة قانونية لا غبارة عليها وبالتالي هي مؤثرة وهذه مؤثرة على أن المتظاهرين يتحركون جانب من تظاهراتهم وخطوات مرسوبة يتفق عليها جميعا وهذا حقيقة يقودنا إلى أن هناك تنسيقا حقيقيا بين جميع ميادين وساحات التظاهر لدى المتظاهرين لذلك هذه الخطوات ستعطلها خطوات لأن هذه المعطاة المهمة لن تتراجع للوراء وبالتالي أجلت حيوية التظاهرات من خلال عدم جموتهم والبقاء في ساحات التحريق والساحات الحبوبية وغيرها إنما تخطوة أخرى مع بقاء التادير التي فيها المعتصمون يبارسون يوميا تظاهراتهم واعتصاباتهم ونشاطاتهم التظاهرية هذه الخطوة حقيقة مهمة تماما أربكة كل اللاعبين وحتى أربكة التظاهرات المزمع حفظها يوم الجمعة للمنشات التظاهرية وبالتالي أربكة أربكة التظاهرات الأخرى التي كانت تريد تسمية وتمرير بعض المقتراء وبالتالي حقيقة لن يستطيع تجاهل هذه الأمواج البشرية وقراراتها لأنهم الشعب هذا التصعيد كما تفضلت سيد عبدالقادر الشميلة إغلاق ساحات وطرق مهمة منها طرق الواصلة حتى بين المحافظات والمؤدية أيضا إلى ميناء ومقصر في محافظة البصرة إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الإجراءات في الحكومة وقواتها الأمنية والميليشيات أيضا؟ المؤثر فيها أنهم مثل لحظة الأولى حقيقة تخبطوا في كيفية التصدي لهذه التظاهرات ولذلك عندما ترى أن القمع الأمني الحاصل على هذه الخطوة في الساعات وفي الطرق الخارجية ولا سيما طريق محمد القاسم الميناء وقصر في البصرة حتى طريق الدول الذي يربط الناصرية بالأبدال والمحافظات الأخرى يؤكد تقامل على تخبط الحكومة ولو لأنها لم تتأثر بقوة لهذه الخطوة لما أقدمت على هكذا حفظة من الجنون في عملية تصدي التظاهرات مثل القتل والقمع وبالتالي استخدام كل أنواع القمع لأنهم لا يمتلكون أي خطة لمواجهة هذه التظاهرات وهذه الخطوة باغتتهم وبالتالي هي مؤثرة كثيرا عليهم وبالتالي هم لا يعلمون الخطوات القادمة مما يؤكد فاعلية وقرار وأن زمام الأمور الآن أصبح في يد المتظاهرين بشكل واحد ولكن أيضا في المقابل أعمال القتل من القوات الحكومية والميليشيات مستمرة ومتصاعدة هل أخذت الحكومة ميليشياته هذا الحل الأمني خيارا أمام هذا التصعيد وما تدعيته من المعلوم أن هذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان مارست طرقة منذ اليوم الأول للتظاهرات بواحد تشرين في 2019 وإلى هذه اللحظة في كل حركة احتجاجية سلمية قانونية تقدم هذه الحكومة على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان من خلال القتل الممنهد والمتعمل على المتظاهرين بطريقة وحيحية وهنجية بنفس الوقت هذه الحكومة ليؤكد على أن ضعفهم لأن القوي لا يمتلك ولا يذهب إلى الخيار الأمني وبالتالي ذهاتهم من قصة العسكرية قطة وبعض مثل زمن قاسم سليماني الذي قتل بغارات أمريكية في بغداد ما يوجد عمليات المشتركة التي فيها الإيرانيون والعراقيون وبعض النظام بسر الأسد اتخذوا خطوة القمع التظاهرات والحل الأمني والعسكري لدها فهم لا يملكون حلول السياسية ولا يستطيعون الحوار لأنهم مدارة عن تجمعات سياسية جاءت تزويره وبالتالي حجة المتظاهرين ولأنهم الشعب ولأنهم مصدر السلطة حقيقة أرضتهم ولذلك لا يمتلكون أي حلول لأنهم متنسكين بالسلطة وبالتالي يريدون الاستحوار الكامل على الخطوة ولا خيار لهم لأنه يراد تريدوا بقاءهم من أجل تمرير مفوضها في العراق لذلك حقيقة فطوة القمع الخطوة والدماعة التي تسهل هي وقود الثورة وبالتالي ستزاد الثورة أكثر تأتيها بسبب هذه الاستهدافات لأن المتظاهرون في ضمائرهم هذه الدماعة التي سهلت ولا يمكن التراجع والشعب العراقي كله يقف تنفي المتظاهرين لأن مطالبهم معادلة وبالتالي سيحفل آخرين للذهاب إلى هذه الثورة ساعد قادر في مقطع مصور ظهر أحد أفراد القوات الحكومية وهو يطلق النار على المتظاهرين مباشرة ثم يرقصوا فرحا يعني كيف يمكن تفسير هذا السلوك عبر ذلك المشهد هذا السلوك هو سلوك المجرمين وبالتالي الحكومة جمعت من خلال ميلياتيات الدم ولذلك عندما نقول أن الحكومات المتعارضة منذ 2003 وكل هذه الحكومات ترقص على دماء العراقيين ولذلك إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار فإن المجازر التي حصلت من 2003 إلى 2003 في المتظاهرين هي مجازر كبيرة لم تحدث في العالم لأن طوال المدة سنتخلم عن 17 عاماً ودماء العراقية تسليل لذلك هؤلاء مجموعة وحكمة من المتزقة لا يشبه من ارتياح إلا أن يرون الدم العراقي يسير على الشوارع ويسير في الأرض العراقية هؤلاء انتماءهم في العراق هؤلاء تدربين على حقبهم على الشعب العراقي حكومة وعلى الدم العراقي حكومة لذلك هم يرقصون على الدم العراقي أن هذا المنهج هو منهج الحكومة وكل الأطراف السياسية في إطار العملية السياسية لذلك العراق تعلمون حجم الجريمة وهؤلاء المجرمون وإلى إلى أين ينتمون هذه مدرسة إيران التي تنقل بالإرهاب والدماء وقرر بجسن الضحايا ناشطون ذكروا أن قنابل غازي الإيرانية عادت من جديد لتستدف متظاهرية ثورة تشرين لماذا لم توقف إيران دورها في قمع الثورة بعد قتل القاسم سليماني إيران مصممة على أنها تبقى بذات النفوذ في العراق لأن العراق أصبح بسبب توان الأطراف السياسية مع إيران هو المنفذ الحقيقي لها اقتصادية وعسكرية ولأن العراق نوت الرأي في الرمح لذلك يستقتلون على بقاهن في العراق لا سيما أن في دورة الصخر اليوم معسكرات أو ما تصنع الصواريخ متوسطة المدى لصارف الإيران ولذلك رأينا أن حتى حزب الله في لبنان وحسن نصر الله يعترف بأنه أرسل جنود إلى العراق وبالتالي الكل تجمع على الرؤية في العراق حتى عندما يواجهون مواجهتها يتكلمون عن مواجهة داخل العراق لذلك حقيقة إيران مريد بسك العراق بكل مختلفها لكن سيد هارون أمام صمود سيد العراقي وهناك أسلحة موعية في الثورة وبالتالي الأسلحة الإيرانية أكثر حتى هناك معلومات دقيقة عن توقيع قناصات من السفاق الثانية إلى بعض الميشيات من أجل قتل المتظاهرين وقد هناك وثقت بعض المرات العراقية وطلق محايد داخل أجهزة الجنة فينا حولجوا بعض المستشفيات في العصر العراقية شكرا جزيلا لك عبر سكاب بن عمال كاتب والمحل السياسي عبدالقادر النايل